السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وده نفس اللي أنا توقعته نفس بطولة كأس أو دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي فات برضو لأهلي بيتعادل في السودان بعد المكان مهدد بنتيجة كارثية أمام المريخ السوداني طيب ليه 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 أنا حط نفسي في حسابات أنا أغنى يعني أنا بغنى عنها أنا مش فاهم بصراحة يعني هالموسماني هو فيه حاجة دلوقت يا جماعة لازم نقولها هالموسماني ما بيقدرش يحضر اللاعب للمطشاط هالموسماني ما بيقدرش يدرس الفرق اللي هو بيلعبها قبل المباراة معروف إن المطشاط الفرق المصرية في السودان بتبقى مطشاط صعبة لأن أي دي بتعتبر دربيات دايما بلاد الجوار أو البلاد اللي بيبقى فيه بينها حاجات مشتركة سواء كان فرق للشمال الأفريقي أو فرق السودان هتلاقي قدامها دايما مشاكل عايز أفهم ليه دايما هل الأهل ما بيقدرش يحضر لنفسه كويس يعني هالموسماني ما بيشوفش المطشاط دي هل محدش بيحلل الفرق وبيشوف يعني الجوني الأول الجونين الأولين يا جماعة كارسة الجونين الأولين أكيد إن واحد عمل تموين مغناطيسي أو تموين تنوين مغناطيسي لفريق الدفاع بتاع الأهلي وجابه جونين أنا مش فاهم بصراحة يعني بصراحة حاجة بجد تدايق حاجة تحرق الدم يعني إنت لاعب المطش اللي فات قلنا ها يلا كويس خلاص بدأت الدنيا تمشي والدنيا تبقى تمام المنتخب جاي الدنيا جاي تمام اللي عام اللي جاي من المنتخب جاي تمام ما تقوليش بقى أهدك مباريات انت عارف انت عارف الرزنامة بتحتك عاملة ازاي ولكن النهاردة بصراحة بصراحة خط الدفاع إن كان أيمن أشرف أو إن كان بدر بنون في مصيبة في مصيبة النهاردة يا جماعة النهاردة محمد هاني مش موجود محمد هاني ضايع يعني إحنا ما لعبناش ألا هاعتبر إن بداية الشوت التاني هي بداية لعب الأهلي إنما الشوت الأولان أنت نهي نهي الشوت الأولاني بضرب الجزاء قولوا الله لطفوا ربنا ضربة الجزاء داعك كان زمنا بما خسرنا التلاتة اتنين وبدر بنون يعني عشان تعرف كمان إن ضربة الجزاء اللي اتحسبت عشان نقولي النهاردة اللي كان فيه ضايع ما فيش أي حاجة إن بدر بنون عمل ضرب الجزاء يعني أدفع من التفاهة يعني إنت عايز هو من آخر المهاجم لبسه ضربة الجزاء فإنت بالنهاردة فيه والخناق اللي حصلت في آخر المطش برضو ببهين لك إن فيه حالة نفسية مش مزبوطة داخل الفريق هل فعلا فيه مشكلة فيه الفريق لازم نعرف هل فيه مشكلة فعلا من إدارة مسلمان للمباريات الأفريقية لازم نعرف لأن انت كده عشان انت هتيجي تلاعب بعد كده الوداد أو أو أي فريق تاني هيبقى عندك مشكلة لازم تحضر الفرق دي كويس أنا بقول هي ماشي بساطر ربنا مع مسلمان لحد الوقت بأملت ربنا هي ماشي بساطر ربنا سواء كان في كاس عالم سواء ان احنا حد الوقت الحمد لله صعدنا ليه الدور القادم ولكن لما تصعد تاني في مجموعة زي دي ما احترام لكل الفريق اللي موجودة فيها دي مشكلة عندك انت بطل البطول انت بطل أفريقيا انت صاحب الرقم القياسي في أفريقيا آه معروف ان مطشات السودان كلها تبقى صعبة الهلال السنة اللي فاتت برضو غلبينا اتنين واحد في القرى اللي نارضة كان زمان متصدر المجموعة اللي انت مش متخيل ان الفريق ده شال على ارض اربعة وفريق يعني انا بقى احترامي فريق متواضع مش فريق قوي يعني فريق المريخ مش الفريق القوي فريق اللعب عنده آه في مهارات فنية عالية جدا ولكن ما عندوش اللي يقل بدني ما عندوش الخبرة اللي هو يقدر يجريك انت فريق روح تلعب تكاس عالم للاندية وفريق روح تلعب آآ واخد كاس دوري الابطال الافريقية وهتلعب الصبر الافريقي يعني انت هتروح تلعب الصبر الافريقي بالشكل ده انا مش فاهم بصراحة لازم موسماني النهاردة عشان نتكلم باوضع عن نقاط الضعف سواء على خط الهجوم انت نازل يعني ان زلت باتنين انا مش عارف انت ازاي ان زلت بيهم الاتنين اتقلمن بعض انسان ان كان اجايق او ان كان مروان محسن ازاي نزلت بالاتنين دور جنب بعض معروف ان اجايق حركته تقيلة مروان محسن يا جماعة ده لعيب انا بقول خارج المستوى ومش هيقدر يكمل مع النادي الاهلي ويا ريت مسؤولين النادي الاهلي بيزوقوا في مروان محسن وعملين يحشروا في الفريق يرحمونا شوية يا جماعة الله يكرمكم يرحمونا بلاش نوصل لمراحل ان احنا نبقى بالشكل ده مروان محسن يا جماعة الاهلي اكبر منه ومش عيب نقول كده انا لما بيع مروان محسن اجيب مهاجم تاني اصغر استثمر فيه افضل من اللي بيحصل دلوقتي ده ما تشلوناش يا جماعة الفترة اللي جاية بامنت ربنا الفترة اللي جاية نشوف فعلا تغيير جزري في ادارة النادي الاهلي لمسيماني المسيماني لازم يتم اعادة تقييم اداؤه لازم نعرف اين نقاط الضعف عنده الحالة اللي حصلت بفي نهاية الشرط التاني الشرط الاولاني اسف والعيبة لما تنرفزت على بعض ده مش موجود في النادي الاهلي من زمان ماينفحش بداينا الشرط التاني محمد هاني وعملوا اللقطة ان هما بيتصامحوا مع بعض والدنيا تمام برضو ده مش صح في حاجة غلط في النادي الاهلي مبروك للنادي الاهلي الصعود ولكن انا زعلان من جوايا بالاداء حتى لو الاهلي كان فزع المريخ النهاردة بعد الاداء اللي شوفناه في الشرط الاولي ده حاجة كارثة دايما مباريات مسيماني في الشرط الاولي بتبقى سيئة وبالتالي ففي مشكلة عند مسيماني من ناحية التحضير المباريات من ناحية قرية المباريات يعني انت دخلت ما تشوفيت يا كلوب اللي فات انت جربت بنفسك وقلت مبارح في الحلقة بتعمبارة قلت تخش زي المباراة ديتا كلوب في فرق تخش لازم تدخل ضغط عليها بالعكس هو النهاردة اللي فجأك بقى المدرب الانجليزي ده هو اللي فجأك هو اللي بقى يضغط عليك ما بقيتش عارف تطلع اصلا بالكورة لعقة لعبة المريخ اللعبة اللي عمالة تضغط عليك وفكسر الدنيا ومش عارف ايه يا باشا العب الكورة السهلة وانططش يا باشا العب وانططش مفيش حد بيصوب من بره انت الكورتين النهاردة اللي جبتهم ضربتين جزائي جميعا على اطراف عما بدأت تلعب على الاطراف بدأت تلعب بالمطشاط وانا بقول سبب ان الاهل يتعادل قدام المريخ النهاردة ان المريخ المستوى بتاع اللاقة البدنية عندهم نزل فبالتالي خلاص ما بقيتش قادر وخبرة طبعا لعبة النادي الاهلي فاتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية يكون فيه اداء افضل من كده خاصة احنا عايزين نحافظ على اللقب خاصة ان ده ما يدقش بنادي الاهلي وباسم النادي الاهلي لو وصلك الفيديو ما تنسخلش علينا باشتراك في القناة وتفعيل زين التنبيهات وتعمل لايك للفيديو واشوف رأيكم في الكومنتات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته